يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً بالتأكيد كلنا مفيش حاجة شغلة دماغنا غير الأزمة الاقتصادية اللي بنعدي بيها الأيام الجاية شايلة لنا إيه هنعدي إزاي من مسألة زيارة الأسعار وإيه اللي بيحصل بالتأكيد كلنا مشغولين كل فئات الشعب وكل الطبقات منتقصرة بالأزمة الاقتصادية اللي حصل لكن الحقيقة إنه هي الأزمة إن شاء الله هتعدي زي ما أزمات كتير على مورة تاريخ عدت علينا وإحنا بنتكلم عن أزمة عالمية مصر جزء منها لكن وقت الأزمات المفروض إيه اللي يحصل وقت الأزمات إزاي نتعامل في جزء بيكون على الدولة ومؤسسات الدولة وإنه الدولة تعي وتسمع وتحس بالناس وتشوف طلبات الناس وتقدر إنها تقلل من حدة هذه الأزمة على المواطنين وده الحقيقة بنشوفه بيحصل من خلال مبادرات كثيرة ويمكن كمان إمبارح كلنا تابعنا عدد من القرارات اللي اتخذها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الناس وتخفيف حدة الأزمة الاختصادية على الناس وخصوصا على محدودي الدخل الحقيقة إنه في جزء تاني غير مسألة الدولة بتعمل إيه الجزء ده هو مسؤولية مجتمعية علينا جميعا التكافل الاجتماعي ويمكن أنا أعتقد من وجهة نظري المتوضعة إنه ده كلمة سر الفترة اللي جاي إنه ده العمود اللي حنتسند عليه جميعا علشان نعدي الناس ما شاء الله وده بتانينا نشوفه بيفكروا هيعملوا إيه في رمضان وبيفكروا كمان بطريقة مختلفة عن كل سنة وبتدت الناس وبتدت القوافل تجوب كده المحافظات ونشوف احتياجات الناس وده مهم جدا وده الحقيقة شيء أصيل فينا وثابت وخصوصا في أوقات الأزمات بيبقى واضح بشكل كبير فده اللي احنا محتاجين نعمله بشكل أكبر ده وقت العطاء ووقت التكافل لو أنت بتعمل قبل كده لازم تعمل أكتر وأكتر وأكتر والحقيقة أنه العطاء مش بس هنا حاجات مادية هي مسألة حتى أن احنا نجتمع على أنه عندنا واجبات مجتمعية محتاجين ننفذها إذا كنت أقدر أساعد بفلوز إذا كنت أقدر أساعد بمجهود ده مهم جدا في الفترة اللي جاي علشان نعبر هذه الأزمة لازم يكون فيه تكاتف ما بين الدولة وما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين الأشخاص كل نيعي مسؤوليته وكله يشتغل فيها هذه المسؤولية لأنه ده مهم جدا علشان نقدر أن احنا ناخد بالنا من محدود الداخل لأنه الحقيقة الناس دي هالا مطحونة وباللي بيحصل ده وبهذه الأزمة الاقتصادية احنا مش عارفين أصلا هم عايشين إزاي وهيعيشوا إزاي الأيام اللي جاي فمحتاجين أن احنا نتكاتف علشان نحمي بعض من الحاجة ومن الفقر خلال الفترة اللي جاي واللي حقيقة نقول دايما سيادة رئيس بيتكلم في الموضوع ده الصلابة المجتمعية التكاتف الاجتماعي إزاي نفضل إيد بإيد علشان نعدي من كل الأزمات وإحنا ماشيين ناخد بالنا من الضعيف وناخد بالنا من الفقير ننمي ونشتغل لأنه لازم نكمل شغل لأنه ده اللي بلدنا محتاجه خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي نسمع كلمة لسيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وجزء من كلمته خلال إفتاره مبارح مع مواطني قرية المعصرة في المينيا ونسمع سيادة رئيس كان بيتكلم مع الناس ويقول إيه نقول لبعضنا هنا ونقول لف كل حتة في مصر الأخويا أو أبويا أو ابني اللي شغال في مكان ما من فضلك البلد محتاجة تلت حاجات منك محتاجة منك إخلاصك ومحتاجة منك أمانتك ومحتاجة منك عملك محتاجة منك إخلاصك لإيه؟ لشغلك محتاجة منك أمانتك في إيه؟ في شغلك محتاجة منك إيه؟ عملك في إيه؟ لشغلك اللي بتشتغل بس وأنتو بتشوفوا دول كبيرة أكبر مننا واغنى مننا بتعاني من ده إحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقضل متمسكين شعب ودولة شعب وإيه؟ ودولة وإحنا من جانبنا برضو كدولة بنحاول نخفف ما أمكن على الناس بإجراءات كتير بنعملها مش إحنا اللي بنعملها بس إحنا مع بعض بنعملها طول ما إحنا بخير وسلام نخلي بالك من الكلمة دي ليكو كلكو يا مصريين طول ما إحنا بخير وسلام وأمان كده الحمد لله رب العالمين